السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله وأنت الحمد لله بخير الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لأجل كان يريد أجانا شهر عمر الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل ينجي لأجل ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل ينجي لأجل يدبر الأمر يفصل الأيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الأيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكه إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب المارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ومنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالذيل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتختم قل أفتختم قل أفتختم قل أفتختم قل أفتختم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت فسالت ودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبيس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الداد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم المعنة أولئك لهم المعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقرذ وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل علي آية من رب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سدلت بالجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله لمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدا ماس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبوا يا عشر عمر إذن هاي هو بل لله لمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للنذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائن وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمدت أنا عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذذية وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا النانات الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا ومن بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون أعوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكذهم بأيام الله إن في ذلك لآياتي لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جايكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لا ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخرككم ويوخرككم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسق من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليغ مثل الذين كفروا بربهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الذياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهلنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كيف حدوك؟ بمصرخية نعم بمصرخية دس حفظ واش بمصرخية Okay I don't think I was written in the book أم لماذا أفما بمصرخية شكرا بمصرخية بمصرخية نعم بمصرخية كل القرآن ماذا حمزة نعم حمزة حمزة حفظة 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 أعوذ بالله إني كفرت بما أشرك إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء توتى توتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة نجتثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة خبيثة نجتثة خبيثة نجتثة من فوق الأرض ما لها من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعم دار البوار جهنم يصلونها وبيث القرار وجعلوا نعم وبيث القرار وجعلوا لله أنتادا أن يضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سذا وعلا نية قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحفوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال لظل 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 هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذديتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل فجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذديتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وفذلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب شيخ continue ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء إن إنما يوخدهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم يوم تبدل الأرض غير الأرض غير والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولول الباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم لمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد رسلنا من قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون واجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الذياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم وإن من شيء إلا عندنا خزائن وإن من شيء إلا عندنا خزائن وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقروا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا فأبايا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنضدني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل نخوانا على سرود متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام نعليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر على أمسني الكبر فبما تبشني الكبر 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 there's no anything isn't that a rat of a tarqiq why? there's no cassara before قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجَرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطُ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لَوْطِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِدُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِمَا تَأْنُونَ Again, قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ No, I said it wrong first. Is it منكرون? منكرون, no, منكرون. قالوا بَشَّرْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِكونُ فَاسْرِبْ أَهْلِكَ بِقِطْعِينَ Again, قال أَبَشَّرْتُمونَيَ على أَمَسْلَيَ الْكِبَرُ كَمَتُ وَالشّبُونَ قالوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تمرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهد المدينة يستبشرون وجاء أهد المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للممين وإن كان أصحاب ليكتل الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك واخفر جناحك للمؤمنين وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين جزاكم خيرا شمار أنتبه لحرف ميم الجمع نعم يس إن شاء الله جزاكم خيرا السلام عليكم وعليكم اشتركوا في القناة